ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن اكتر من موضوع وهنبدأ مع حضراتكم موضوعنا الاول وهو عن حاجة يعني كعادة يحكى انا او كعادتي مع حضراتكم في يحكى انا بحب ان احنا نتكلم في كل الموضوعات حتى الموضوعات اللي هي اللي تباني انها موضوعات خفيفة او موضوعات بسيطة ولكن بيكون ليها منظور بقى طبي وعلمي جدير بان انا اعرضه على حضراتكم علشان كده هتلاقوا ان احنا بنتكلم يعني عن موضوعات من جوى البيوت قوي او من اللي بيحصل في جوى البيوت او بيحصل في الخروجات او في الاجازات وما الى ذلك بناء على هذه الفلسفة او هذا الاتجاه اخترت لحضراتكم الموضوع الاول اللي هتكلم فيه معاكم النهاردة وهو عن ضرورة الاهتمام بالجلد والشعر بعد الخروج من المياه انا بتكلم انه يعني في فترات الاجازة بيكون فيه تعرض للمياه في الصيف بشكل عام الشعر والجلد بيتأثروا وبشكل يعني بيتأثروا بشكل سلبي طبعا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونتيجة زيادة العرق وفي الصيف برضو بشكل خاص الشعر والجلد بيتأثروا بشكل سلبي جدا جدا بسبب الاملاح اللي في مية البحر او الكولور اللي في حمامات السباح سواء كان ده في فترات مصيف او في اجازات مصيف او في تدريبات سباحة كتير من الاطفال والشباب والفتيات بينتظموا فيها يعني بيستغلوا فترة الاجازة الصيفية ويقولوا ايه احنا هنتدرب سباحة او ما الى ذلك او حتى لو مش تدريبات نظامية انه هما بيكون في حرص على او بيكون في رغبة دائمة انه هما ينزلوا المية زي ما بقول لكم سواء مية البحر او مياه حمامات السباحة علشان كده علشان اللي بيحصل ده فبقى في ضرورة او يعني يوجد ضرورة ان احنا نمنع الضرر على الشعر والبشر هو فيه ضرر اه طبعا مية البحر تؤدي لضرر للشعر والبشر ومية حمامات السباحة تؤدي لضرر على الشعر والبشر هنا بسبب في البحر يعني بسبب وجود الاملاح وفي حمامات السباحة بسبب وجود الكلور الذي لا غنى عنه علشان تطهير حمامات السباحة ترجمة نانسي قنقر